من ناحية أخرى استقبل الرئيس عبدالفتاح أسيسي كارلوس أوريول رئيس شركة تالغوال إسبانية لصناعة القطارات شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالغوال إسبانية العريقة في مجال القطارات فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية وخلال اللقاء أكد الرئيس أسيسي التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا كذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص معربا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنعية ذلك مع شركة تالغوال إسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر وشهد اللقاء استعراض أبرز محاور التعاون مع شركة تالغو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة وذلك لعربات السكك الحديدية حيث تعد الشركة إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة من جانبه أكد رئيس شركة تالغو اهتمام الشركات بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر خاصة في ظل الفرص الإسثمارية الضخمة والواعدة في مصر مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئة الإسثمار ترجمة نانسي قنقر